موسيقى الرسولية تحفته المعماري الخالد هذه لتبقى شاهدة على واحدة من أزهى عصور التاريخ اليمني على الإطلاق مزجد الأشرفية بنية في سنة 800 هجرية لو إلى الآن 638 سنة الذي عمر المزجد الملك الأشرف سابع ملوك الدولة الرسولية يكن الملك الأشرف واسمه إسماعيل بن العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر منذ سبعة قرون ومئذنة جامع مدرسة الأشرفية حارستان أنيقتان للعهدة الرسولية التي تتجلى ملامحها في كل تفاصيل المدينة القديمة ولتتحولان مع مرير الوقت إلى واحدة من أجمل الملامح الخالدة لمدينة تعز يعكس معمار جامع مدرسة الأشرفية تقنية ذلك العهد التي شكلت مزيجا من خبرات معمارية وتلاقح للتجارب المعمارية الإسلامية مع خصوصية استطعت أن تحتفظ بها الهياكل الرسولي الخالدة من الأشرفية إلى جامع المضفر الكتلة المعمارية للمسجد ليست كبيرة فمساحة بيت الصلاة تبلغ خمسين ذراعا طولا وخمسة وعشرين ذراعا عرضا وهو عبارة عن قبة كبيرة وثمان قباب صغيرة جميعها مزينة بزخارفة جميلة أبدعتها مخيرة ذلك العصر الزاهي تقوم القبة الرئيسية على أربعة عقود فيما تنقسم بيت الصلاة إلى رواق شرقي وغربي عانت هذه التحفة المعمارية ردحا طويلا من الزمن من الإهمال المقصود ومن التعمد في إلحاق الضرر خصوصا في العهد الإمامي البائد قبل أن يعاد الاعتبار لهذا الجامع الأجمل في مدينة تعز عبر عملية شاملة لإعادة الترميم والتأهيل لتمويل دولي في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان تتجه أفئدة المصلين صوب هذا الصرح الشامخ الذي يجدون في أفيائه متعة العبادة المفعمة بالروحانية والإحساس الاستثنائي بالهدوء والانتماء إلى ماضي جميل من التاريخ مزجد الأشفية مقرد التواقد مزجد الأشفية تشعر بالراحة بالهدوء بالطمانينية لأنه مزجد أثري أولا شعورك أنه مزجد من عهد الرسولين من عهد الملكة للأشرف الثاني أن المزجد هنا للإدارة التي في قدرات الأستاذ الشراف تشعر به هدوم لا يشعر باقيات المساجد تنضي السنون دون توقف فيما تبقى الأشرفية بيتا لله الأحد ومستودعا جميلا لذكريات تنساب بحب إلى ذاكرة الأجيال المتجددة على ثرى مدينة تعز ترجمة نانسي قنقر